مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العنوي لاعبا جديدا يلتحقان بمعسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة جنوب إفريقيا التحق التنائي جواد الياميق مدافع بلد الواليد الإسباني ويحيى عطية الله مدافع الويدل الريادي بمعسكر المنتخب الوطني بمركب محمد السادس بالمعمورة وانضم الثنائي المدكور لمعسكر المنتخب المغربي بعد انتهاء التزاماتهم رفقة أنديتهم حيث شارك الياميق مع فارقه في مباريات الدوري بينما شارك عطية الله مع الويداد في نهاي دور أرطال إفريقيا ومن المعلوم أن المنتخب الوطني المغربي كان قد تلقى خسار ودية أمام أمريكا بثلاثة أهداف دون رد ويستعد لمواجهة جنوب إفريقيا وليبرياض من تصفية كأس إفريقيا شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله